الله معكم جميعا بس حابب كم شخص يبلشوا يشوفوا هالفيديو اللي بدي احكيه نحنا عيشين بوظارف كتير صعب بسبب بدعة وشر الكورونا فيروس الكورونا بكل دول العالم والمؤسف انه كان يسنا خضعوا لهالوباء وخافوا اكتر مع هنه المفروض اسبوع الماضي عالشانيني اول مرة بحياتي بطلع بلا قديس عالشانيني اول مرة بحياتي اول مرة يمكن بحياتي الاكترية منكم اللي عندهم ايمان بيسوع المسيح اللي ميت وتجسد قلت لازم اعمل شي على عيد الشانيني وتلفنت لأحد الكهنة ما راح قول اسمه ان شاء الله يسمعني بهالفيديو انه قلت له انا حابة بيجي اتناول جواب كان بتحرز بس بحب اسأل السؤال الجميع بتحرز انه انا اتناول لبعيد الشانيني اللي قديس اللي بتشوفه على التلفزيون هو بس انا عم شوف القديس والزبيحة بس مش عم فوت بالزبيحة بتحرز انه نحنا يكون عنا ايمان بتحرز انه انت تناولني وتقول لي لانه عندك خوف من الكورونا بتحرز انك تجي على الكنيسة بتحرز انه انت تكون كاهن بتحرز انه انت يكون عندك دعوة بتحرز انه انت تتعمد بتحرز انه انا اتعمد بتحرز انه اهلي اللي عيشوني وربوني وخلفوني انه يتعب وكرمال وكرمالي تحرز اني انا عندي شغلة وعندي عائلة وعندي رسالة تحرز اني اني اتناول تحرز اني يكون هالاشي عندي موجودة كيف انا بدي اكمل حياتي نحن اليوم كلنا معرضين لوحوش الارض بسبب وباء الاجهاد وباء الكورونا فيروس وباء الزواج من نفس الجنس وباء اللي عم تنتشر بالعالم ثقافة الموت هذا تحرز انه نحن يكون عنا سلاح ونكون قربين من الله معلوم بتحرز واذا بدي اطلع واتوسع كتير بالتحرز انك تتناول فيك تعمل كتاب عنا انه بتحرز معلوم بتحرز بتحرز ان انا اركض قوم مع بكرة الصبح بتحرز انه هالمرة تغير رأيه وتخلص طفله من الموت كانت بده تسلمه للقتل معلوم بتحرز المشكلة اللي عم نعاني منا اليوم واللي قلنا نعاني منا اكتر من ثلاثين اربعين سنة هي مفيش عنا زعمة مرح حتى اعطي اسامي مفيش عنا زعمة بالتحديد عندهم الشجاعة انه يضحوا بوقتهم ضحوا بحياتهم ويستشهدوا من اجل الامام ابقنا الادسين ماتوا من اجل يوصلنا الامام بتحرز انه كان يموت والشهداء بتحرز انه يستشهدوا كمال ايمانهم بيسوع المسيح بتحرز انه المسيح بحد ذاته يستشهد ويتقلم ويموت يجب الاسم وبالبداية يتجسد تمتحرز انه انه ي羽 غريب يا connection إذا ما فى حرز وما فى عنا ايمان يعني كل هلحياة ما بتحرز معقولي انا آخد جواب انه بتحرز كنتم تتناول يعني كمال عم awake بدحرز انه يكون عنا كنيسة عندنا creating the scene بدحرز انه يكون في عنا ايمان معلومة تحرز السماء تحرز السماء أو تحرز الجهنم من يحرز؟ عاشو خايفين من فيروس مش معروف من وين جاي مين مخترعو ايا منظمة شريرة ايا بدعة ايا شيطان عالمي تحرز اني انا اتناول تقاوم توقف على اجريه و اعرف كم العيشتي و اعرف و اقف و اقف و حارب باسم يسوع تحرز لكم ان تحرز اذا لم تتعرفوا اذا لم تتعرفوا كم الانتظار كانت لدي كم الوقت يقظة استيقظ ماذا تحدث معنا تحرز انو نتذكر الام المسيح في هذا الاسبوع الالام تذكروا انو نبي حسقيال بصفة 34 كيف يتشتت القطيع ويأتي انا بنفسي برعى شعبي برعى شعبي بعصم من حديد هلا المسيح معنا نحن وين انو وين انو اللي لازم يرعونا عشو خايفين انو اذا اقل بها تقفلوا الكنيس وعلى قليلة نولون قالوا انو عملوا طريقة عملوا كثير كهنة عندهم ضمير ضمير كهنوتي بعضو حي عم يضلوا متقربين من شعبهم مش بتقولونو بتحرز تجي انا بعملك الاداس وبسجله وبعملوا بلاي انو حتى يطلع جيدة مين فرقاني معه على الانتاج الجاية اللي بكنت عملوه بالفيديو مين فرقاني معه وطلقوا لايف وكونوا قريبين من شعبكم بالمحنة اللي نحن عايشين فيها لحتى من نحن ضحيه للوحوش الارض لان نحن كلنا اليوم معرضين لوحوش وحوش والتنين الارض اللي عم بيجرر ويدمر ارواح جسديا وروحيا واخلاقيا ومعنويا هادي حالة حرب نحن اليوم بحالة حرب اللي ما بيعرف شو يعني قيمة الحرب يتذكر الحرب العالمية الاولى والحروب اللي عايشتها البشرية والحرب اللبنانية هداش كننا نتخبه ونهرب ونجرب نحافظ على حياتنا اليوم نحن مفروض انو ندافع عن حياتنا حياتنا الاقتصادية كلنا بدنا نقعدنا بلا شكل كلنا ارزاقنا بدنا معرضين للخطر حياتنا كلنا معرض للخطر بس لا تخافوا انا معكم اني ولو سلقت بوادي زلال الموت لا اخافوا سوءا لانك معي لانو المسيح معنا ومسيح معنا وراح يرفقنا بس بدنا يكون معنا بالجسد جسديا بالاربان بس فيه شغلة كتير مهمة انا بحب ذكر الجميع فيها وانو فيه شئ اسمه بتسمي الكنيسة اكشوال غريس اكشوال غريس اكشوال غريس لاننا منصلي تجينا نعمة حقيقية ولم نعمة غريس اللي هلأ منعنا منها النعمة اللي بتقدسنا هي الاربانة هذه نحنا منعنا منها وصار صعب اننا نحصل عليها بس انا انا لا اخاف انا بصلي لالله وبطلع بقوم الصبح وانو كل شيء مسموح التجول بدي ضلني اقوم امشي الصبح وقت القدس بدي اروح على الكنيسة وانو اذا ما اتناولت وكنيسة مسكرة خطيتي ليس علي انا عملت وجباتي مع ربي هم سكروا الكنيسة هم بيتحملوا وقدر الامكان بدي ضلني اسعى ان اتناول لانو المناولة هي للتقديس ليس لانو متقلب طالع بالي انا لا مش طالع بالي انا بدي اكون قريب من ربي اللي هو خلقني واللي مات كرمالي باسبوع الالام بدي اروح قريب لعنده مثل ما هو يضحى كرمالي انا بدي اتعلم ضحة ما فيش خوري او كاهن او كاردنال بالعالم اليوم مستعد انه يبذل نفسه يموت يعني يستشهد من شان الامان ما فيه فرجوني شي واحد انا مستعد موت كرمال الامان وضحة وموت يسوع تعلموا المثل اللي قالنا يا يسوع انه هو ليس حبا اعظم ان يبذل الانسان نفسه من اجل الذي يحبه من اجل الذي يحبه يعني اذا انت ما عندك هل ايمان اللي اعطانا اياه المسيح انت منك كاهن انت منك ان انت 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 هايدي الكنيسة المزيفة اللي احنا عايشين فيها اليوم الكاردنال بيلبس احمر هايدي علامة الدم انه هو مستعد يقدم حياته كرمال الكنيسة وكرمال الخراف اليوم ما فيه مش موجود انا فات على الارض فات على الخطيئة وفات على الموت وما انه خيط يخلصنا يضرب الشيطان ومملكة الشيطان نحن لماذا نخاف نخاف من الفيروس نحمي حالنا اوكي انا ما اقول انه لا لازم اخذ يتقي بس مش كان هالقدة جبنة جبنة وما عنا ايمان بتشكركم